ومن أهم هذه التحديات إشكالية الماء التي تزداد حدة بسبب الجفاف وتأثير التغيرات المناخية والارتفاع الطبيعي للطلب إضافة إلى التأخر في إنجاز بعض المشاريع المبرمجة في إطار السياسة المائية متوالي ستة سنوات من الجفاف أثر بشكل عميق على الاحتياطات المائية والمياه الباطنية واجعل وضعية المائية أخثرها شاشة وتعقيدها ولمواجهة هذا الوضع الذي تعاني منه العديد من المناطق لاسيما بالعالم القروي أصدرنا توجيهاتنا لسلطات مختصة لاتخاذ جميع الإجراءات الاستعجالية والمبتقرة لتجنب الخصاص في الماء وما فتئنا نشدد على ضرورة التنزيل الأمثل لكل مكونات البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 الذي ساهم والحمد لله في التخفيف من حدة الوضع المائي ونظرا للتزايد الاحتياجات والإكراهات نلح على ضرورة التحيين مستمرة لآليات السياسة الوطنية للماء وتحديد هدف استراتيجي في كل ضروف والأحوال وهو ضمان الماء الشروب لجميع المواطنين وتوفير 80% على الأقل من احتياجات السقي على مستوى التراب الوطني وفي هذا الصياق لا بد من استكمال برنامج بناء السدود مع إعطاء الأسبقية لمشاريع السدود المبرمجة في المناطق التي تعرف تساقطات مهمة وطبقا لمنظورنا استراتيجي الإرادة والطموح ندعو لتسريع إنجاز المشاريع الكبرى لنقل المياه بين الأحوال المائية من خوض وادلو واللوكوس إلى حوض أم الربيع مرورا بأحوال سبو وعبير قراق وهو ما سيمكن من الاستفادة من مليار متر المكعب من المياه التي كانت تضيع في البحر كما ستتيح هذه المشاريع توزيعا مجاليا متوازنا للموارد المائية الوطنية ويتعين كذلك تسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر حسب البرنامج المحدد لها والذي سيستهدف تابئة أكثر من 1.7 مليار متر مكعب سنويا وهو ما سيمكن المغرب في أفق 2030 من تغطية أكثر من نصف حاجياته من الماء الصالح للشرب من هذه المحطات الإضافة إلى سق مساحة فلاحية كبرى بما يسهم في تزيز الأمن الغدائي للبلاد وذلك على غرار محطة الدار البيضاء لتحلية الماء التي ستكون أكبر مشروع من نوعه بإفقيا والثانية في العالم التي تعمل 100% بالطاقة النظيفة ويبقى التحدي الأكبر وإنجاز المحطات المبرمجة ومشاريع الطاقة المتجددة المرتبطة بها في الآجال محددة دون أي تأخير ولأن إنتاج الماء من محطات التحلية يستغتب تزويدها بالطاقة النظيفة فإنه يتعين التعجيل بإنجاز مشروع الربط الكهربائي لنقل الطاقة المتجددة من الأقاليم الجنوبية إلى الوسط والشمال في أقرب الآجال وفي هذا الصدد ندعو للعمل على تطوير صناعة وطنية في مجال تحلية الماء وإحداث شعب لتكوين المهندسين والتقنيين المتخصصين إضافة إلى تشجيع إنشاء مقاولات مغربية مختصة في إنجاز وسيانة محطات التحلية وهنا نؤكد من جديد أنه لا مجال لأي تهون أو تأخير أو سوء تدبير في قضية مصرية كالماء شعبير عزيز أمام الجهود المبدولة لتوفير الماء للجميع علينا أن نصالح أنفسنا بخصوص عقلنة وترشيد استعمال الماء لأنه لا يعقل أن نتم صرف عشرات المرايئة لتابعة الموارد المائية وفي المقابل تتواصل مظاهر تدبيرها وسوء استعمالها الحفاظ على الماء مسؤولية وطنية تهم جميع المؤسسات والفعاليات وهي أيضا أمانة في عنق كل المواطنين إننا ندعو السلطات المختصة للمزيد من الحزم في حماية الملك العام المائي وتفعيل شرطة الماء والحد من ظاهرة الاستغلال المفرط والضخ العشوائي للمياه كما ندعو بقوة المزيد من التنصيق والانسجام بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية لا سما في فترات الخصاص مع العمل على تعميم الرأي بالتنقيد وفي نفس الإطار نوجه الاعتماد برنامج أكثر طموحا في مجال معالجة المياه وإعادة استعمالها كمسطر مهم لتغطية حاجات السق والصناعة وغيرها ونود أن نكون أخيرا على ضرورة تشجيع الابتكار واستثمار ما تتيحه التكنولوجيات الجديدة في مجال تدبيل الماء وفيما يخص الأقارم الجنوبية المملكة فقد ساهمت محطات تحية المياه التي تم إنجازها في النهوض بقوة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة إذا نوجه لستوسع محطة دخل والرفع المستقبلا من القذى الانتاجية للمحطات الأخرى وذلك باعتماد على المؤهلات الكبيرة من الطاقات النظيفة التي تسوفر عليها هذه الأقاليم وذلك بما يستجيب لحاجات ساكنة ولمتطلبات القطاعات الانتاجية كالفلاحة والسياحة والصناعة وغيرها اشتركوا في القناة